السلام البنات اتمنى تكونوا على خير و بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم كان نقول لكم مع واشركم منبروكة والعفية وكل من تمنيتوا انتم والأوصار ان شاء الله في اطار تحضيرات رمضان سنقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو طريقة تحضير سلو او لا صفوف او لا زميتا لحسب كل منطقة سنتقسم معكم طريقة ديالي اللي كنا نحضر بها سلو واحد طريقة اللي كتجي رائعة مضاق ديال سلو كيجي خزال ما تشبعوش منه معلكم غير تتبعون مراحل معايا من اول فيديو الاخر الفيديو وخليكم مركزين معايا وان شاء الله النتيجة غدي تكون هائلة اول عامل خسنا نديره باش نحضره سلو هو نحمره الدقيق طريقة ديال تحمر الدقيق البنات بالنسبة لي في المغرب الحمدول اللي عندكم الامور كلها سهلة كتصفته يعني الفرن ديال برة وكيتحمر البنات اللي عايشين في اوروبا وفي دول عربية وما عندهم مش كيفاش يديرو غدي تاخدوا الدقيق ديالكم غدي تحطوه يعني تفرشوا لواحد الورق ديال الفرن في الصحن كيدخول الفرن وغدي تفرشوه وغدي تصرحوا الدقيق ديالكم اللي عندكم إذا كنتو غديرو جوش كيلون ما تديروهاش كلها فطفة يعني غديرو حتى طبقة شوية رقيقة ودخلوه الفرن ودخلوه يعني كل مره تجبدوه وتخرجوه وتحركوه مزيان وتدخلوه حتى تشوفوه انها كيتحمر وكيعطي اللون ديالو دهابي ديرو يعني كيلو بكيلو على حسب الكمية انتو ما بغيين فهو الأمر شي شوية متعب ولكن معلكم غيرب شوية تصبر باش تسايني تاكلوه سلوه فرمدان كما كان قولوه انتا حاجة مسهلة انا حماتي اللي خليلها صحيحتها هي اللي حرقت لي طحنية كما كان قولوه يلي حق حرقت حمرتوه الفرن كنقول لها شكرا 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 مزيزا فخالتي وغدي ندوزو للمراحل الاخرى وغدي تغسلوه وتنقيوه وغدي تشمشوه كما العادة ومن بعد غدي تحمروه في الفرن كذلك فوق الورق ديال الفرن بالنسبة لبنات اللي عايشين في ألمانيا غدي نعطوكم واحدة لسيوس ليه سهلة غدي تمشيوا عند المحلات المغربة كي يبيعوا يعني سيم سيم او لزنجلان محمر ناضي بغيتو تاخدوه ما محمر كاين في غيفة كاين في غوثمان وكاين في دائم يعني منقي ناضي ستجيبوه ناضي فقط تتحمروه كنتم عندكوش الوقت سيتمشي و تشريوه محمر ناضي معند المحلات المغاربة هذه الطريقة باش يجيكم الامور فهلة بالنسبة يعني اللوز الطريقة رهبينة كتتسلقوا اللوز كتتفركوه وكداليه بعد ما كتتنشفوه كتتقليوه في الزيت عادي هذو هم المرحل الأولية اللي خصنا نديرو من بعد ما كنقليو اللوز كنطحنوه كنصحكم انه متان يدرتو كيلو نصف ديال كيلو غادي تطحنوه شي شوية يعني متحون شوية مزيان والنصف الاخر غادي تخليه شي شوية مهرمش كيف ما بغيتو تخلي واحد الكيميا إلا بغيتو هكا يكون بقي حبات يعني صحاح انا هذيك الطريقة ما كنديره لانا فش كتكونوا كتاكلوا كي يدركم شي شوية سنانكم يعني الطريقة اللي كتجينيز كان نطحن النصف الأول يعني شوية كما كتشورها في الصورة كيبان وواحد جهرها كما كتبلكم خديته شي شوية مهرمش نصف الشيء كنديرو للزنجلان يعني كيلو كان اخد منه واحد زليفة كان نخليها ما ما كنتحنهاش والبقية كنتحنها حتى كيبقى يخرج منه هذك الزيت كيبقى يتلسق يعني ذك الزيت خارج باش هكذا كتلقنا ذك نسمه زوينة في سلو وكيعطينا كذلك مضاق زوين وهنا كيما كتشوفو زيت واحد الزليفة ما كاملاش يعني ما عمره كامل بالزنجلان الأبيض اللي خديتهته من دائم توقع واحد المضاق رائح حمرته شيش ويا فقط في الفرن وهرمش تغيش ويا ما طحنتوش مزيان باش هكذا كيبقى باين في سلو لانا اللي طحنتوا القوام كله كيجيكم القوام كله مع الطحين ما كيبقى باين لكم تشي حاجة المضاق كين ولكن المنظر ما كيكونش عاطي زوين لونك هذليفة هذي زيتها اضافية يمكن لكم تصغنو عليها انتماء يعني انا فقط هذي كانت عندي وزيتها هكذا باش يعتيني باش يكوزع معامر هكذا بالقوام هنا كيما كيتشوفو محمره في الفران عندي كيلو ديال الدقيق لابيض اللي محمرا في الفران عندي كيلو ديال اللوز اللي مصلوق ومحمر ومطحون النص ديال ومطحون نسخة المطحون كيما كيتشوفو الصنجلان بعد ما كتغسله وتنشفوه كتتحرقه في الفران ويضع حمسه ويضخل حتى يبرد بهذا المواد سيتضحنه سيتضحنه في الهاتف التي تضحن في الهاتف الثانيه و 3 سيتضحن ميزان كما ترى يبقى يعطي هذا الزيت كما ترى هنا سيكون في الفيديو سوف تطحنه 1.5 كيلو اخر ما تطحنه بشكل كامل الزجلة الأبيض محمرة و مطحونة ما تطحنه بشكل كامل ما تطحنه بشكل كامل خمسة المعالق القرفة ثلاثة المعالق النافع البلدي و النافع الرومي ما تطحنه بشكل كامل هذه هي المعالقة اللاسوب ثلاثة المعالق النافع من المحلات المغربية سكار سكيل 100 جرام هذا الزيت يطرون من الزيت رومية والزيت المائدة هي اللي قلينا فيها اللوز البنات كانت نصحكم انكم تساعملوا هذا الزيت اللي قليتوا فيها اللوز اولا في هذا المزوينة اللوز كيكون من السم وكتخلوها حتى كتبرد وكتصفوها سنخلطو هذه المقادير كلها لعباء المناس اللي قريبوا نخلطوها بالعسل فكرة سوينة زيت البنات سنخلطوها في هذا المقادير لكن اموتكم اضافو العسل فقط ويصغن في زيت ما اللوز اضافتو النزيلة ورومية وزبدة هذا الزبدة لا أعجبني انا في السلوم وهذه الطريقة التي نقوم بها دائما في السلوم طريقة غزالة وكي يبقى واحد لمدة طويلة ومعمر نسمة لما تتبدل لأن الزبدة تقوم بتغوى وتعطي الريحة خائبة في السلوم لذلك هذه الطريقة الأنسبة لتقوم بها الزويتة التي قلينا فيها اللوز وبطبيعة الحال تصفيوها هذه المقادر التي وجدنا كاملة نضع كل شي احدانا الزنجلان مطحون الزنجلان اللوز مطحون السكر غلاسي الزيت القرفة النافع والمسكة الحوارة طبيعا نأخذ واحد القسعة كبيرة لكي نخلط هذه الطريقة نأخذ واحد القسعة كبيرة بحالة تشكل هذا او صحن كبير ونضع الدقيق كامل ونضع المقادر واحدة واحدة نضع القرفة نضع القرفة نضع القرفة نضع القرفة نضع الحر نضع الأشياء التي نشفها كلها نضعها هي الأولى الزنجلان الزنجلان الزنجلال البيض والعادي ونضع كمية الزنجلان نضع القرفة بعد المقرفة من المقرفة نضع القرفة ونضع القرفة نضيف اللوز ونخلطه مع العناصر حتى ينساجه كله مع بعدياتهم ونضيفه سكر جلاسي نخلطه جيدا ونخلطه جيدا ونخلطه جيدا ونخلطه جيدا حتى ينساجه كل شيء وننخلطه جيدا قبل ان نضيفه الزيت نحاول ان نخلطه كلها مع بعدياتها حتى ترى ان العناصر كلها نساجمت ونضيفه الزيت نخلطه جيدا نضيفه جيدا ونضيفه الزيت ونضيفه الزيت ونضيفه نخلطه جيدا ونخلطه جيدا نضيفه نضيفه من جيدا ونضيفه 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 سوف تغطي هذا القصع بهذا الشكل او او اضعه في الفيلم المنتج و اضعه في الصباح و سترونه يصبح مختلف على اليوم سترونه الشربي الزيت و اضعه الناقس و سترونه في العلبات و اضعه لشهر رمضان ان شاء الله اضعه الى احد المناطي و سترونه و اضعه اضعه سترونه كل شيء و سترونه على حسب الضوء و اضعه كل شيء على حسب الحلوه اشتركوا في القناة 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 وهذه النتيجة النهائية سلو. الطريقة سهلة ومبسطة إلا تتابعوها. ستحتكم النتيجة هائلة والمعدة سيكون رائع. الطريقة التقديم والسين ستبقى اختيارية كل واحد كيف يريد يزين الطبق دياله. إلا بغيتوا تحطوه بشكل عائلي ستحطوه بشكل هذا. ستحطوه بشكل هذا. ستحطوه في المول لو واحد زلافة اللي تكون عندها القاعر ديالها يعني بحالة شكل هذا. يعني تديروا سلو ديالكم وغادي تضغطو عليهم زيان. وغادي تحطوها وتزينوها بلويزات اللي محمرين. او لا تحطوهم بشكل فردي. هكا بدك القطاعات اللي اللي متوفرين حاليا في السوق. يعني شكل اللي تبغيتو. شكل دائري شكل قليب او لا شكل وريضة. وغادي تزينوها بلويزات كما كانت شفوه في الصورة. كانت مننا يعني هذا الفيديو هدا يكون شرح لكم الطريقة او لا تصفوف او لا زميتها. اه تكون طريقتي سهلة وتعجبكم وتحطروها ان شاء الله في البيوت ديالكم. والبنات اللي حضرتوهم مع لكم غير تخليوه في الكومنتات وتقولوا لي كيف جاكم سلو. الفيديو ديالنا تهى ان شاء الله دياله النار. نقلكم الى فيديو اخر موضوع جديد فكرة جديدة. وعوشاركم مبروكة. نسيت ما قدلكمش الى عجبكم هاد الانواع ديال الفيديوهات ديال تحضير ما قبل رمضان مع لكم غير تخليوه لي في الكومنتات وان شاء الله نشارك معكم تحضيراتي المسبقة اللي كان قوم بها. كان قولكم السلام عليكم. موسيقى موسيقى